ازايكم يا اصحابي عميم ايه انا صديقكم كاركوب واسمي كاركوب عشان انا حاسس ان كل حاجة جواه ملغبطة ومكاركبة مش عارف الصح من الغلط يا ترى عدم احترام الاخرين اسمه روشنة ولا دي حاجة غلط طيب تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده وحكموا انتو بنفسك رأيك يا جدو تروح معايا النادي لا يا كاركوب انا مش هقدر ليه يا جدو مش عارف يا ابني بحس ان انا غريب وانا معايا انتو وصحابك وبحس انكم بتتكلموا كلاما انا مش فهموا اه يا جدو ما دي اسمها روشنة روشنة يعني ايه روشنة ما تشغلت بلك يا جدو عارف يا ابني جلكم ده غلبي ليه يا جدو عشان مش لقيني التوجيه اللازم انتم على طول مسكين الموبايلات تتعلموا منها حاجات احيانا تكون حلوة واحيانا تكون وحشة انا نفسي اجدو متلغبة مش عارف اذا كانت ايام زمان احسن ولا دلوقتي احسن كل زمن له مميزاته وعيوبه يا ابني فمثلا على ايامنا كنت تلقى احترام الكبير ده حاجة اساسية لكن دلوقتي ما فيش كده حتى شوف معايا الفيديو ده لا 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 يا ابني يا ابني لو سمحت ينفع تدليني على انوان ده يا عم فكرك مني عندك حق يا جدو الولد مشي وما حاولش يشاعد الراجل عجوز الفرق ما بين ايامنا وايامكو يا كاركوب بص بقى زمان كان بيحصل ايه ملك يا جدو في ايه ممكن اساعدك ازاي او سمحت يا ابني ممكن تدليني على انوان ده حاضر يا جدو تعال معايا المكان قريب من هنا ربنا يخليك يا ابني او يا جدو فعلا كفيح ترامل الكبير زمان يبني الاخلاق موجودة في كل مكان وزمان احنا درنا ان احنا نكبرها وننميها من خلال الاعلام الهاذف اللي بيبني مش بيهدم اشتركوا في القناة